السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأبدا على طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه نستقبل مجموعة من أسئلة إخواننا وأخواتنا نستقبل الاتصال الأول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نورت والله يا شيخ حسان ونفتح الله عليك آمين يا رب الله ينور قلبكم كنت عاوزة أقول لحضرتك سؤال كده بس هو غريب شوية حضرتكم تملي أفهين الدائرة على رسول الله وأصحاب رسول الله وزوجات رسول الله وبنات رسول الله فين أصحاب سيدنا عيسى وأصحاب سيدنا موسى والستين أسيا رحمها الله هي طلب الشيط وهي كانت أحدى في أصر فرعود وكان البيوت يعتبروا بالطوب أنها يعني مش بيوت رفضت دا كله عشان خطر الله ما منسمعش ليه عن حكاياتها دا ديت والستين أمريم اللي تلعت لآخر الدنيا عشان تداري حملها خاضر وتماني طبعا أنت عارف حضرتك أن في دلوقتي يعني الأهول كفاتريات بقت كتير قوي ويقعد على الكراسي أنا بقولك على أساس أنا شايفة بعناية نعم ناصرة وكده فعاوزين مثلا إيه تقول دا سيدنا عيسى يلا قوله عليه السلام نقول عليه السلام نشد الحديث ليه حاطر ونشد الحديث على سيدنا موسى وعلى أصحاب سيدنا موسى عشان دا إحنا مؤمنين بالأنبية كلهم فتماني حاسا أن دايرة مقفولة على دولة وبرك الله فيك عاوز أقولك على حاجة عاوزين ننصر الناس أبهاتنا وأمهاتنا اللي نيمين في الشارع والبرد داخل عليهم عاوزين ننصرهم الزمن كتب عليهم كده عاوزين إحنا مش عارفين نعمل إليهم والأقصال عمالة تستهزأ بيهم حاضر ربنا يبارك فيك ويشح صدرك جزاكم الله خيرا آمين يا رب إن شاء الله بإذن الله تعالى أعدوا أختنا الفاضلة بأنها ستسمع مني بإذن الله تعالى ومن إخواني الكثير الكثير في سيرة الأنبياء وفي قصص الأنبياء ونحن بصدد التفسير وسنشرع إن شاء الله تعالى بعد سورة الفاتحة في تفسير سورة البقرة وهي أطول سورة في القرآن الكريم وفيها قصص قرآني كبير 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 ستتعرف بفضل الله تبارك تعالى على قصة نبي الله موسى وعلى قصة مع بني إسرائيل وسنتعرف بعد ذلك بالتفصيل على قصة نبي الله نوح وعلى قصة نبي الله إبراهيم وعلى قصة نبي الله عيسى وسنتعرف بإذن الله على آسية امرأة فرعون وعلى مريم وعلى أم موسى إن شاء الله القصص القرآن مليء وذاخر وبإذن الله تعالى سأقف معه بالتفصيل بإذن الملك الجليل وأضم صوتي إلى صوت أختنا الفاضلة جزاه الله خيرا وزادها صدقا وغيرا على إخواننا الفقراء وأخواتنا الفقراء ممن يعني يهجم عليهم البرد ببرده القارس وربما يبيتون ونامون في الشوارع ولا يجدون بيتا ولا مأوى بل ولا يجدون أغطية فأنا أنصح يعني أناشد إخواني من أهل الفضل من رجال الأعمال وأخواتي من الأثرياء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسطر عوراتنا وعوراتهم في الدنيا والآخرة وأسأل الله عز وجل أن يجعل المال في أيدينا لا في قلوبنا يعني فعلا علينا أن لا ننسى هؤلاء وأن لا نغفل عن هؤلاء لا أقصد في مصر وحدها بل في مصر وفي العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي السودان وفي الصومال وفي موريتانيا وفي أريتريا وفي كل مكان يستطيع المسلم أن يوصل معونته إلى إخوانه وأخواتي هناك فأمتنا أمة واحدة وأبي الإسلام لا أبلي سواه إن افتخروا بقيس أو تميمي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعم فقراء المسلمين وأن يكسوهم وأن يسطرهم ويجبرهم إنه ولو ذلك والقدر عليه نستقبل اصلاً آخر سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك فضلت فيك أهلاً وسهلاً إزا حضرتك الله يبارك فيكم ربنا يخليك يا ابني ربنا يكرمك والسرعة معاك دنيا وآخر ويبدأ عنك الوحش كله يا رب أنت وأهل بيتك يا ربي يا ابني يجعل لك في كل خطوة خير وسلامة يعني أنا مش أدر أقول لك أنا موسوطة قد إيه يعني وعايز أدعي لك قد إيه أدر أقول لك أنا بديعي لك في كل وقت وبدأي لك أنا وكل اللي عندي في كل وقت يا ابني ربنا يكرمك يا رب ويبدأ الوحش عنك ويستورك دنيا وآخر يا رب بعد إذن حضرتك يا ابني أنا عايز أقول لك عندي مشكلة يعني هي من الصغيرة هي كبيرة مراسة والأم اصطرت أنها تاخد ختم للأب والكلام ده وديته الأخ بقى لنفسه بقى ويشرك كل حاجة نعم الوقت إحنا أربعة ظلموا نعم وتلاتة حطوا أديهم على حاجات كتيرة يعني نعم لدرجة فضلت الشيخ إن إحنا فيه أخ من الظلم ومننا يعني مش لقى يعني يأكل ولاده وظروفه صعب قوي نعم يعني نعمل إيه مع أمنا دي ونعملها إزاي وإخواتنا دول بنكلمهم مش عايزين يعرفونا يعني لقى إيه جيه محدش قال لنا كل سنة وإنتوا طيبين نعم وما بنشوفهم فنعمل معهم إيه يعني الأم قسمت المراث الأهل دا هي ما قسمت شي يا حضرتك كانت متغضم الأب وما صدقت طالة الختم والبطاقة بتاعته ودتها الواحد منهم بعلنة الصباح والشيرة وأخذ مراث الوالد وأخذ كل حاجة أه ولم يعطي لإخوانه من الورد دا والتاني كان فيه فلوس قال لك أبوه أبوك وقدها وفأخذ كل حاجة طيب حاضر حاضر يا ربي خليك فضلتش يعني نعمل معها إيه حاضر نعمل معها إهل لأنه فعلا الواحد تعبان ومحتر يعمل معا وربنا يا ربي يسترك في الدنيا والأخرى آمين آمين شلالك أحسن من دي دعوة ربنا يسترك ويبارك فيك يا أم الغالية آمين يا رب آمين يا رب طيب نستخبل الصلاة آخر السلام عليكم السلام عليكم نعم السلام عليكم طيب أجب على سؤال والدة الفاضلة جزاه الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياها وإخواني وأخواتي على الحق وأن يختم لي ولها ولنا ولكم جميعا بالإيمان إنه على كل شيء قدير يعني هذه مسألة من المسائل المؤلمة المؤلمة بحق ألا وهي مسألة الظلم في الميراث وفي أكل حقوق الإخوة والأخوات بالباطل أولا أن أنصح هذه الأمة الفاضلة إن كانت تسمعني الآن أنصحها ألا تبيت الليلة إلا وقد عهدت ربها تبارك وتعالى أن تتخلص من هذا الظلم البشع البين لا يجوز أبدا أبدا لهذه الأمة الفاضلة أن تمنح الختم أو الأوراق لابن من الأبناء ليبيع لنفسه ميراث الوالد أو لبعض إخوانه وليحرم بقية إخوانه من الميراث هذا ظلم وتتحمل هذا الظلم البين البشع هذه الأم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الظلم ظلمات يوم القيامة إن الظلم ظلمات يوم القيامة والله لن ينفعها ولدها هذا التي أعطت له هذا الحق في أن يتصرف في ميراث والدي كيف شاء ويعطي من شاء ويحرم من شاء لا يجوز الله جل وعلا وهو يقسم المواريث ويشرع المواريث ويبين قسمتها لنا في كتابه العزيز يعلم سبحانه وتعالى أن من بين الورثة من سيكون عاقا من سيكون عاقا بوالده أو بوالدته ومع ذلك لم يحرمه تبارك وتعالى فليتحمل نتيجة عقوقه بين يدي الله عز وجل أما ميراثه وحقه في المراث فلن بغي أن يحرم منه لأي سبب من الأسباب أبدا ولا لأي علة من العلل فننصح هذه الأمة الفضلة أن تطهر ساحتها وأن تبرئ نفسها أمام ربها تبارك وتعالى الآن وأن تسترد هذا الخاتم من ابنها هذا ولو سمعني هذا الأخ الآن فليعجل بالتوبة والأوبة وليرد الحقوق إلى أهلها إلى إخوانه وأخواته وأن لا يحرم أختا أو أخا من المراث من مراث الوالد إذ لا يجوز أبدا أن يأخذ هذا الحق لنفسه أو لأخي من إخوانه وأن يحرم بقية إخوانه وأخواته فهذا ظل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تعالى ليملل الظالم يعني لا تغتر أنك منذ أن توفي والدك وأنت تتحكم في المال ولم تتعرض لأي ابتلاء لا يغرنك هذا لأن الله عز وجل ليمهل ولا يهمل قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول ربه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أما الشطر الثاني من السؤال هو كيف تعامل هذه الأخت الفاضلة أو الأم الفاضلة أمها يعني أقول إن كانت الأم لازالت موجودة وأحسني إليها أحسني إليها حتى وإن وقعت في هذا الظلم البين نعم حتى لو كانت على الشرك الأصلي فلنحسن إليها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جاءت سألت أسماءه رضوان الله تباركت عليها رسول الله يا رسول الله إن أمي جاءت راغبة إن أمي وكانت على الشرك وهي مشتركة جاءت راغبة قال الحفظ المحجر راغبة في الإسلام أو راغبة في الوصلة أو راغبة في العطاء إلى غير ذلك فتقول أسماء أفأصلها يا رسول الله أفأصل أمي يا رسول الله فقال لها صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك نعم صلي أمك وأجمل من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وه إلى آخر الآيات فينبغي وفي قول تعالى وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهم وصاحبهم في الدنيا معروفة فينبغي على أختنا الفاضلة أن تكون برة بأمها وأن تحسن إليها وأن تنصح لا وأن تذكرها بالكلمة الطيبة الرقراقة المهذبة وأن تكثر من الدعاء إلها أن يحفظها الله وأن يردها إلى الحق ردا جميعا قبل أن تموت وقبل أن تلقى الله بهذا الظلم البشع البين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه عنكم الظلمة إنه لو ذلك والقدر عليه نستقبل اتصالا آخر السلام عليكم عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فضلت الشيء يا أهلا وسهلا بارك الله فيك وجزاك الله كل خير عمين عن الأمة الإسلامية كل خير بإذن الله آمين آمين وأبشرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدخل الصرور على أخيه المسلم تمثل هذا الصرور بصورة ملك ودخل عليه القبر وقال له من أنت قال أما تعرفني أنا الصرور الذي أدخلته على الناس أجمعين بارك الله فيك أزاك الله خير سوال يا فضلت الشيء نعم حضرتك قلت لقرر الكرآن اقرأ ورطل فإن لك بكل آية تقرأ من ذلك المقصود هي الحافظ يا فضلت الشيخ ولا القارئ العادي يعني اللي حافظ القرآن ولا اللي كان بيقرأ ومش حافظ الثالث قال يا فضلت الشيخ السؤال التالي الله يكرمك رسالة إلى الأغنياء الأغنياء اللي بيعملوا الأفراح يا فضلت الشيخ وينفقوا عليه الآلاف دليل ملايين حيث أن الناس يعني فيه نفس تعدلة جدا واندرد داخل على الناس ومش رأيين قلهم قلهم اتقلوا له في هذا المال والله ستسألون عن كل جنيه وبرك الله فيه جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيكم طيب نستقل اتصالا أخر السلام عليكم وعليكم السلام جزاكم الله خيرا وإياكم أهلا وسهلا ربنا يجعلكم جزاكنا حسناك آمين يا رب معناش للوقت بالنسبة لتفسير القرآن يا ريت حضرتك الآيات الحاجة هتفصله لنا تلخصه لنا في نهاية الحلقة بواحد اثنين ثلاثة نعمل بيها ايه يعني تبقى هي اللي احنا نعمل بيها في حياتنا بشكل صورة مبسطة حاضر يعني بعد الشرح طيب على أساس كمان ممكن نقدر نحفظ معها حضرتك الآيات رحيتها تشرح طيب جميل حفظناها وعملنا بيها جميل أوي حاضر يعني رجاء خاص حيات تقولي الطريقة اللي أحاول أهدي بها أخوتي يعني الالتزام بالصلاة والرجوع إلى الله لأننا ليه فيه أخ منهم بقال لهم حاولي يقرب ربنا ويصلي فبيقول لي أنا من جوايا مش حل فأنا مش عارف أن أنا أعرب لربنا يبقى يا جزاك الله خير أنه تقول لي زي أهديهم يعني أن هما يصلون ينسى موضوع أنه هو مش حلم طيب وإياكم الله يبرك فيكم حياكم الله طيب معزرة لإخواني أخواتنا على الهاتف أقول بالنسبة للأخ الكريم الحبيب أود فقط أن أذكره بأن الحديث الذي ذكرني به جزا الله خيرا حديث ضعيف حديث ضعيف وهو حديث طويل جدا جدا والغالب عند المحققين أنه حديث ضعيف الإسناد وإن كان متنه جميلا في كثير من فقراته لكن شكر الله له أقول بالنسبة للسؤال الأول يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فالراجح بفضل الله أن المراذ بقوله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن الذي يقرأ القرآن فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ولم يقل من فضل الله عند آخر آيات تحفظها وهذا من فضل الله ومن رحمة الله ولم بغي أن نضيق موسع الله فأبشر ثم أبشر بفضل الله ثم بفضل تلاوتك وقراءتك القرآن حتى ولو لم تستطع أن تحفظ القرآن كله أو القدر الكبير من القرآن وأبشرك بأن كثيرا من الصحابة لم ينهي حفظ القرآن الكريم كاملا بل كان الحفظة لكتاب الله تبارك وتعالى قلة بالنسبة لعدد الصحابة بالنسبة لعدد الصحابة المجمل فأبشر بالخير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أجعلناكم من أهل القرآن العاملين بالقرآن الكريم وأوجد رسالة فعلا إلى الأغنياء إلى الأغنياء الذين يسمعون ويشاهدون ويرون أحوال الفقراء من المسلمين في كل مكان مع أنهم قد ينفقون في ليلة واحدة في عرص واحد أنا قرأت بنفسي في الأسبوع الماضي فقط عن عرص واحد فقط وزعت فيه مجموعة من الهدايا مش هذكر نوع الهدية عشان ما يتعرفش العرص لأن الخبر كمنشور وزعت فيه هدايا بعشرة مليون الهدايا فقط بعشرة مليون على المطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات على المطربين والمطربين عشرة مليون عشرة مليون في عرص ددى اللي خذوا لأهل الغناء فما ظنك بما أنفق على هذا العرص أنا أقول لو أنفق هذا المبلغ ممكن نزوج به شباب مدينة ممكن نزوج به شباب مدينة كاملة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا للحق ردا جميلة وأعوز أقول بأن الأغنياء لا تتصور أخي الحبيب الغالي أن المال تتصرف فيه كيف شئت لا والله أبدا أنت مستخلف وأنت مؤتمن على هذا المال الله تبارك وتعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة ثم بعد ذلك قال جل وعلا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فنسب المال إلى نفسه جل وعلا ثم نسب المال إلينا مرة أخرى فحين نسب المال إلينا فهي نسبة تشريف وتكليف فهي نسبة تشريف وتكليف أما المال مال الله عز وجل ومالك الحقيقي هو ما تقدمه في حياتك أوعى تظن أن المال اللي ستتركه للورثة مالك لا هذا مش مالك أنت هذا مال الورثة ستسأل عنه بين يدين لي جل وعلا لكن ليس مالا لك أما مالك الحقيقي ما أنفقت كما رأى البخاري من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه قال فإنما له ما قدم ومال وارثه ما أخر فإنما له ما قدم ومال وارثه ما أخر طيب أستقبل اتصالا أخيرا وأعود إلى سؤال الأخت مرة أخرى السلام عليكم عليكم السلام عليكم أزاك يا شيخ محمد يا أهلا وسهلا كيف أحوال حضرتك الله يحفظك وبرك فيه والله أنا أحبك أحبا شديدا في الله أحبك الذي يحتني فيه وممتبع حضرتك من نيام مسجد العزيز بالله الطريقة للقدس ووقفة مع النفس والأقصى الأسيري للصغير والسديد آمن إن شاء الله بزاك الله أفير فكل ده وبنصق فيك يعني ثقة والله الحمد ونحسبك كذلك ونا نزكيك على الله أصلا يا سطرنا وياكم في الدنيا والأخرة كتب أستاذنا حضرتك بس فيه موضوع بس كده حضرتك يعني من العلماء المخلصين اللي الناس بتطق فيهم فعلا يعني الله ما سطرنا يا رب فيه بعض بعض الإخوة الشباب يعني القصة كلهم بالنسبة لهم يعني كالتزام هي اللحية والتوب القصير نعم نعم يعني إحنا بنكرش نديه سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن هو بالنزال اللحية والتوب القصير هو ده كل شيء نعم حتى انكلمت يعني عن عن مشكلة فلسطين أو كده يقول لك ما أصدرهم حاكم أسلام مش عارف إيه يعني يعني معطل أشياء معطل أشياء المفروض ما تتعطلش وبيبص بس للليحية حتى في معاملاته مع الناس يعني رجعا كده حضرتك يعني ربنا يجزيك ألف خير آمين والله وأنا بحبك حب ربنا عالم به الله يكلم جمعني الله وإياكم جزاك الله خيرا آمين جزاك الله خيرا الله يجمعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسأل الله أني أجمعني وإياكم مع المتحبين بجلاله في ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله طيب أعود إلى سؤال أختنا الفاضلة تقول كيف يعني تدل إخوانها على طريق الخير تقول كيف أهدي إخواني الاتزام بالصلاة واحدهم يقول بأننا من قوايا مش كويس يعني معنش استعداد داخلي أو يظن أنه ليس أهلا لأن يتوب ولأن يقبل على الله عز وجل أقول لها جزاك الله خيرا وأسأل الله أن يتخبل مني ومنك صالح العمل ما عليك أيها الأخت الفاضلة إلا أن تدلي إخوانك وأخواتك على الله تبارك وتعالى بالكلمة الرقيقة الجميلة المهذبة الرقراقة هذه هداية هذه هي هداية الدلالة أو الإرشاد أو التعريف أو البيان أما هداية التوفيقية فبيد الرحيم الرحمن لا يملكها ملك مقرب ولا نبي المرسل لا يملك هداية التوفيق ملك مقرب ولا نبي المرسل يعني ما عليك إلا أن تذكري فقط بس وتنصحي وتكرري وتختاري الوقت المناسب إلا هتذكري في إخوانك بكلمة جميلة بكلمة مهذبة بكلمة رقيقة وبعدين الدعاء الدعاء لا نملك إلا الدعاء لأن هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يمتلكها رسول ولو كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وبيني لهذا الأخ الكريم يعني هو الكلمة أنا أرى فيها يعني أرى فيها خيرية كبيرة فيه قول أنا أنا مش حل من جوايا يعني كأنه يستشعر أنه ليس أهلا لأن يقبل على الله وإن دل هذا فإنما يدل على خيرية فيه لأنه يجل ربنا سبحانه وتعالى لكن أقول له أبشر أخي الحبيب وأقبل على الله مهما عظم ذنبك وكثرة معاصيك وأنت على يقين مطلق بأنه جل وعلا سيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغني عن العالمين والأدل على ذلك كثرة جدا جدا لا تسعى الوقت لسردها وذكرها الآن لكن أعد إن شاء الله تعالى أن أفرد وقتا أطول في لقاء الفتاوى غدا غدا بإذن الله تعالى من الساعة السابعة مساء إلى الساعة من السابعة إلا الربع بإذن الله بعد صلاة العشان بشرة إلى التاسعة إلا الربع نأخذ ساعتين إن شاء الله في الفتاوى ونأخذ بينهم فاصل لأن إن شاء الله يعني عند لكم بشرة أزفها الآن بفضل الله عز وجل وأنا بفضل الله سعيد بها أشهد الله أنه في يوم الجمعة يوم الجمعة أنا عند من سبعة لتمانية ونص أيضا فتاوى في يوم الجمعة فأنا تنازلت عن هذا الوقت إن شاء الله تعالى لأستاذنا الفاضل الدكتور زغلول النجار الذي سيشرفنا على القناة في هذا الوقت من كل أسبوع بفضل الله تبارك وتعالى وأرى يعني أن هذا من باب الإثراء لقناة الرحمة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده توفيقا وسدادا ورشادا والدكتور زغلول حقيقة يعني قيمة كبيرة وثروة أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمري ونحسن عمله وإن شاء الله يعني أسأل الله أن يكون برنامجه نافعا للأمة كلها وللبشرية عامة إنه لذلك القدر علي وأنا آثرت أن يكون الدكتور زغلول وحده على الشاشة حتى لا يقاطعه مذيع ولا يقطع منه وقتا فأنا إن شاء الله سأمنحه وقتي من يوم الجمعة من الساعة السابعة إلى الساعة الثامنة والنصف تقريبا بإذن الله على قدر عطائه وصحته أسال الله نمده بالصحة والعافية وإن شاء الله سأعطي هذا الوقت سأوزعه على يوم الأحد بإذن الله تبارك تعالى مثل هذا اليوم هناخد نصف ساعة ويوم الأربعاء هناخد كمان نصف ساعة يبقى هذا ساعة وهناخد إن شاء الله ساعتين يوم الاثنين يبقى كيرا بفضل الله عز وجل ما فرطنا فيه وقت الفتاوى اللي هو كان ساعة ونص وساعة ونص يبقى ثلاث ساعات يبقى هما بفضل الله الآن الثلاث ساعات بفضل الله تبارك وتعالى وأسأل الله أن أرزقنا لكم السلاد والتوفيق والقبول والرشاد فأنا أنصح الأخ الفاضل الذي قال بالسؤال الأخير بالشباب الذي يتصور أن الالتزام هو اللحي والتوب يعني بإذن الله تبارك وتعالى أذكر إخواني وأخواتي غدا بهذه المسألة بحقيقة الالتزام وأنا أتصور أنه ربما يكون قد سمع شريطي الذي هو حقيقة الالتزام لكن أذكر ببعض ما فيه مرة أخرى إخواني وأخواتي حتى لا تصور أحد أن الالتزام ما هو إلا مجرد المحافظة على الشكل الخارجي دون صفاء الباطن ونقائه ودون الالتزام بالأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد ودون الالتزام والاهتمام بأحوال الأمة والمعايشة لواقع الأمة إن شاء الله أفصل ذلك غدا وسيعني ربما أتوسع في هذا وأكتفي بهذا القدر لأن الوقت قد انتهى وأنا أكرر احترامي للوقت أكرر احترامي للوقت مع أني أعلم أن البرنامج الذي يأتي قد يأتي بعد وقت يعني إن شاء الله قد يزيد على ربع ساعة لكنني أحترم الوقت وأود أن يلتزم إخواني وأخواتي وأخواتي ممن يشاهدون وشاهدات وأن يلتزم إخواننا هنا في القناة من العلماء والدعاء والمشيخ والعاملين والموظفين والإداريين باحترام الوقت في كل البرامج وأعتذروا غاية الاعتذار إن حدث أي تأخير لأي شيخ من شيخنا أو عالم من علمائنا ولو كان هذا التأخير دقيقة واحدة لأمر خارج عن إرادة إخواننا الأفاضل من المهندسين والإداريين معنا في الأستوديو وفي غرفة التحكم والإخراج وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يصرنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأسأل الله أن يقرع عيوننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز المسلمين وأن يردنا وأياكم إلى الحق ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه أكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته